اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية من دور التعليم برنامج اندزاين طبعا اتعلمنا بعض الأمور الأساسية بالمحاضرة السابقة وراح نتعلم بعض التكنيكات الجديدة ان شاء الله في هذه المحاضرة طبعا بعد ما نفتح برنامج اندزاين نروح على نيو ومن ثم نختار دوكمنت طبعا شرحنا هذه الواجهة بالمحاضرة السابقة حاليا نفس الاعدادات السابقة فقط انه نتأكد انه عربي وعمودي وطبعا عدد الصفحات راح يكون مثلا ثلاثة او ممكن اربعة ومن ثم طبعا اوكي طبعا حتى نضيف صفحة جديدة لدينا طريقتين ياما نروح على قائمة او البنال الخاص ببيج هذا البنال وطبعا ادنا هنا اضافة صفحة جديدة ولابد انه نحدد انه الصفحة جديدة ردي نضيفها بعد اربعة طبعا نحدد اربعة ونروح على صفحة جديدة ردي نضيفها بعد ثلاثة نحدد ثلاثة ونضيف صفحة جديدة نفس الوقت عندنا هذا الخيار اللي هو حذف الصفحة نحدد الصفحة ونحذفها طبعا نقدر نضيف صفحتين بآن واحد نحدد صفحتين ونضيف إضافة create new page راح يضيف النثمين بنفس الوقت نقدر نحذف صفحتين أو ثلاثة أو أربعة نحدد الأجزاء اللي ريد نحذفها ومن ثم نضغط على هذا الخيار راح تنحذف الأجزاء راح أضيف آني صفحتين جدد راح يصير عدي بهذه الطريقة طبعا هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية نروح على قائمة file وطبعا نختار document setup اللي هي ctrl alt p وحيطلعنا هذا الخيار عدنا هنا النمبر أوف بيج نقدر نضيف الصفحات اللي هنا ريدها مثلا راح أخليهن ستة راح يتحول الملف من أربع صفحات إلى ستة مثل ما نلاحظه هنا طبعا أصبح عدنا ست صفحات عدنا أمر مهم بقائمة file اللي هو الأمر place طبعا من الأوامر المهمة جدا 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 هذا الأمر طبعا place يعني استدعاء أو جلب باللغة العربية طبعا من خلال هذا الأمر نقدر ندرج الصور والنصوص والملفات lbsd وملفات pdf وجميع الملفات المرفقة داخل البرنامج نقدر نرفقها من خلال هذا الأمر طبعا نضغط على place ونختار مثلا هذه الصورة طبعا راح الصورة تكون محملة ويطلب من عندنا البرنامج أنه نرسم كتلة لهذه الصورة راح أجي أرسم كتلة لهذه الصورة أترك الماوس راح الصورة تضاف بهذا المكان مثل ما نلاحظ أنه هذه الصورة تم إضافتها بهذا المكان طيب بالنسبة لهذا الإطار طبعا هذا إطار مؤقت هو الإطار الخاص بالمرجن أو المارجن إطار مؤقت حتى نتخلص من هذا الإطار نضغط على المفتاح W طبعا W راح ينقللنا إلى وضع العرض وهنا طبعا W مرة ثانية راح يرجعنا إلى وضع التحرير طبعا لا يوجد فرق بالنسبة للإخراج النهائي الكل راح يصبح بهذه الطريقة فقط أنه في بعض الأحيان نحتاج أنه نشاهد الهوامش ونشاهد الإطارات فقط لا أكثر طيب هذه الصورة اللي ضفناها لو ضغطنا عليها double click هذه الصورة لو ضغطنا عليها double click راح نلاحظ أنه يتحول الإطار إلى إطار جوزي إطار قهوائي طبعا نشاهد لو صغرنا الإطار الجوزي نلاحظ أنه راح يصير عندنا الصورة صغيرة ورح يبقى حجم الصورة الأصلي بنفس الحجم الفكرة أنه كل صورة تحتوي على جزئين تحتوي على frame هذا الفرايم اللي هو باللون الأزرق وتحتوي على إطار للصورة إذا لاحظ أن الصورة منفصلة عن الفرايم يعني لو ضغطنا double click على الصورة وأصبح عندنا لون جوزي راح نقدر نفصل الصورة عن الفرايم فبالتالي أنه هذه الصورة اللي إحنا ضفناها طبعا الاسترجاع control z وليس control alt z مثل الفوتوشوب control z استرجاع خطوة إلى الورق طبعا الفرايم الرئيسي أقوى سلطة من الصورة يعني لو إجينا صغرنا الفرايم راح تصغر وتختفي جميع أجزاء الصورة المخفية لماذا لأن الفرايم صغر وبالتالي الصورة راح تختفي طيب لو حبينا نصغر الصورة ونكبر الصورة لو إجيت صغرت الصورة بهذه الطريقة كما بي الفوتوشوب راح تصغر الفرايم وليس الصورة إذا ألاحظ هذه الصورة نفس حجمها طيب كيف أصغر الصورة والفرايم بآن واحد أضغط على المفتاح control طبعا أول مرة أحدد الصورة أضغط على المفتاح control وأصغر الصورة راح تصغر الصورة مع الفرايم طبعا هذه الطريقة في حال لو إجيت صغرت الفرايم بهذه الشكل ألاحظ أن الفرايم صغر والصورة بقد كبيرة حتى أخلي الصورة تصير بنفس قياس الفرايم طبعا نروح على قائمة object ومن ثم عدنا هنا fitting وعدنا هنا مجموعة من الأمور عدنا هنا fit to frame to content يعني معناه أنه خلي الفرايم بنفس حجم الصورة أو fit content بنفس حجم الفرايم نحن هنا شلو نحتاج نحتاج أنه الصورة تكون بنفس حجم الفرايم طبعا نحدد الصورة وروح على object ومن ثم fitting ونختار fit content to frame يعني خلينا الصورة بقد الفرايم ونلاحظ راح تصغر عندنا الصورة تصير بقد الفرايم طيب لو الفرايم كبير والصورة صغيرة وحبينا أن الصورة تكون بنفس قياس الفرايم شو نسوي نحدد الصورة ونروح على object ومن ثم fitting طبعا راح نختار الخيار اللي هو fit content to frame راح يصير عندنا الـ content أو الصورة بنفس قياس الفرايم جاي حتى نحذف الصورة نحددها ومن ثم delete واجب هذه المحاضرة عمل التطبيق التالي طبعا نفتح ملف جديد file document يكون عمودي بقياس A4 وعدد صفحاته واحد ومن ثم OK طبعا نضيف كتلة كتابه وراح نكتب هنا بهذا المكان الاسم الثلاثي مثلا أنا راح اكتب بها عبدالستار جبار نكبر حجم الخط واحتاج أنه حجم الخط يكون 48 توسيط ومن ثم نختار bold واللون يكون بلون أحمر ممكن أنه يكون الخط طبعا 60 ماكو مشكلة طبعا عدنا مثل ما تلاحظون أنه الكتلة بهذا المكان أنه كبيرة كتلة النص طبعا ممكن نصغرها نضغط click ونصغرها بهذا الشكل بعد ما اضفنا النص نضيف صورة مثلا أنا راح اضيف هذه الصورة من خلال أمر file وplace راح اضيف هذه الصورة بهذا المكان وطبعا أيضا اضيف كتلة كتابه وراح اكتب هنا دورة تعليم برنامج اندزاين طبعا نكبر حجم الخط ممكن نخلي 48 وطبعا راح يكون توسيط دورة تعليم برنامج اندزاين المحاضرة الأولى وطبعا المحاضرة الأولى راح نخلي لونها مثلا أزرق طبعا المحاضرة الأولى عفوا نختار لون أزرق ودورة تعليم برنامج اندزاين راح يكون بهذا اللون اللي هو اللون الوردي فقط أنه اندزاين راح يكون bold والمحاضرة الأولى أيضا ممكن نكون bold الخطوة الأخيرة إضافة صورتين بهذا المكان طبعا ملاحظة لو احنا حددنا هذا النص ورحنا على file place واضفنا صورة نلاحظ ان الصورة راح تكون بداخل هذا النص المحدد بنفس الوقت لو محددين صورة ورحنا على file place صورة نلاحظ انه راح تستبدل الصورة الجديدة بالصورة القديمة فالأفضل عنده إضافة صورة جديدة نضغط click بالفراغ حتى نتأكد انه ما عدنا شي محدد نروح على file place ورح نضيف صورتين طبعا ممكن نختار هذه الصورة واضغط على control واختار هذه الصورة ومن ثم ok راح تطلع عنا هذه النافذة احدد هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية طيب ممكن انه احدد هذه الصورتين طبعا نحددهم بهذه الطريقة ونخليهم بهذا المكان لاحظ انه اصبح عندنا التصميم بهذه الطريقة طبعا لو ضغطنا على المفتاح W راح يصبح عندنا بهذا الشكل طبعا بعد اكمال الواجب يجب التقاط صورة له بالموبايل ومن ثم ارسال الصورة نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى